بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الطهور شطر الإمام فأرشدنا إلى طهارة القلوب والأبدان وأشهد أن لا إله إلا الله الواحي والديان وأشهد أن محمدًا عبده ورسول قائد المتطهرين إلى الجنان اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِمْ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ تَقُوا عُوبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي فَسَاءُونَ بِهِ وَالْأَرْحَانِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُضِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن رصق الهديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من حر النار ومن برد النار أحبتي في الله من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يسع له الطعام والشرار اللهم أرزقنا الحلال الطيبة مما أذر طا ولكن النعمة لا تنتهي هنا بل إن النعمة تستمر بالعبد بعد ضعامه وشرابه حينما يأذن له الخالق سبحانه وتعالى بأن يخرج ما في بطنه من أذى ولذلك فإن هذه القضية وهي أحكام قضاء الحاجة من الأحكام الشرعية ومن الآداب المرعية حتى أن بعض سكان المدينة من غير المسلمين أراد أن يستهزئ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبديل الإسلام فقال إن نبيكم علمكم قضاء الحاجة يعني حتى هذه القضية لم يتركها ظن أن هذا أمر مذنوم فقال له الصحابة نعم علمت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتطهر بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطهور شطر الإيمان أي أن التقهر والنظافة أن ذلك شطر الإيمان اللهم اجعلنا فينا المتطهرين وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المتطهرين حيث قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية أنها نزلت في أناس كانوا يستنجون من الماء فالله عز وجل يحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأذى ومن القادرات والنجاسات أعزكم الله ولكن لا ينظفون أبدا لهم فحسب بل ينظفون قلوبهم كذلك نسأل الله أن يطهر قلوبنا فمن الآداب أحبتي أن الإنسان إذا ذهب إلى الغائط أي إلى المكان الذي يقضي فيه حاجة أن يدخل هذا المكان برجله اليسرى وقبل أن يدخل أن يذكر الله سبحانه بأن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبط والخبائف وهم ذكران الشياطين وإناثها فالإنسان قبل أن يدخل بيت الخلال أعزكم الله يذكر الله سبحانه وتعالى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولما يخرج من بيت الخلال يخرج برجله يمنى ويقول أفرانك ومنطرح العلماء سؤال ما مناسبة لاستغفار بعد قضاء الحادة ما الحكمة من طلب المغفرة بعد قضاء الحادة قال بعضهم لأن الإنسان ترك ذكر الله عزة فهو يستغفر للمدة التي لم يذكر فيها ربهم جل وعلا إن هذا بعض العلماء ردوا على ماذا وقالوا إنما ترك الذكر لأنه حرم عليه فلما يستغفر وهو يضع ربهم سبحانه وتعالى إذن ربما هناك حكمة أخرى والحقيقة أحبتي أن الاستغفار بعد قضاء الحادة أعزكم الله لأن الإنسان بعد أن استطاع أن يتخلص من الأذى في بدنه تبكر أن لازال له أبا من ذنوب ومعاص لم يتخلص منها فما ذر بطلب المغفرة حتى ينال الراحة كما نال الراحة بعد قضاء حادة إن الإنسان حينما يتبكر ذنوبه يتمنى المغفرة من ربه سبحانه وتعالى نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يسفر ريوبنا دخل ابن السماك رحمه الله تعالى على الخليفة الرشيد هارون الرشيد رحمه الله تعالى فطلب هارون الرشيد ماء فسأله هذا العالم الرباني قال له يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة لو احتجت إلى الماء إلى شربة ماء ولكن منعت لم تجد الماء كم تدفع من أجل هذا الماء فقال أدفع ملكي كل واحد منا لو كاد أن يموت عطساً لدفع ما عنده من أجل أن ينال هذا الماء ثم قال له فإذا بغي في جوفك ولم يخرج كم تدفع حتى تخرجه من بدلك قال أدفع ملكي فقال أف لملكي لا يساوي شربة ماء إن الإنسان أحبتي كثير ما ينسى هذه النعم كما ذكرنا نعمة النوم وذكرنا نعمة الاستيقاب نعم لأنها دائماً موجودة لدينا نسأل الله أن يبارك في النعمة وأن لا يحرمنا إياها فهي تنسى اللهم ذكرنا كذلك هذه النعمة تصور معي أخي المسلم نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين لو بقي الأذى في بدلك ولم تستطع إخراج هذا الأمر إنك ستموت إن مقاء الأذى في الجنف سبب للموت ولذلك تجرى عمليات إن الإنسان يصاب بالتسم لو لم يستطع أن يضرج بوله أعزكم الله فهل شكرت الله جل وعلا أن يسر لك تلك المسالك حتى تتخلص من هذا الأذى فهو مبارك لنا في صحتنا وفي أبداننا يا عحم الراحمين فإذا حينما يضرج المسلم من بيت الخلاء ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ينبغي أن يستشعر هذه النعمة وأن الله عز وجل قد خوله إياها وأنه لم يدفع شيئا هذا البشر الضعيف لكي ينال هذه النعمة العظيمة نسأل الله أن يشفي مرض المسلمين الذين ابتلاهم الله بعدم السلامة في هذه المسالك ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا من تلك الأمراض كذلك أحبتي من أداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا دخل بيت الخلاء أن يجرس كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يذكر الله سبحانه وأن لا يبقى مدة طويلة وهذه آفة فهذا محل شيراطين ولذلك تستعيد بالله عز وجل قبل دخولك للخلاء فلا ينبغي المسلم أن ينكث فوق الحاجة وأن يزيد في جلوسه في بيت الخلاء أكثر مما يحتاج إليه فيخرج بعد أن يقضي حاجة ويقوم بالاستنجاة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أناس لا يتطهرون ولا يقومون بالاستنجاة فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم فبحائق أي بمكان فيه أناس مقبورين فسمع صوت إنسانين يعذبان نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأن يجعلها حفرة من حفر نيران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير يعني هذه الأشياء التي يعذب هؤلاء بسببها ليست أموراً لا طاقة للإنسان بها يستطيع الإنسان أن يقوم بها قال عليه الصلاة والسلام بدأ كان أحدهما لا يستطر من بوره يعني لا يستنجي لا يتطهر من بوره وكان آخر يمشي بين الناس بالنميمة فإذا من أسباب عذاب القبر نسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم عدم الاستنجاب وذلك يكون بالماء أو ما شابه ذلك من أدوات التنظيف فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذه القضية وأن لا يترك نفسه بهذه النجاسات نسأل الله السلامة والعافية كذلك لا ينبغي الكلام أثناء قضاء الحاجة لا ينبغي أن تتحدث أثناء قضاء الحاجة ولا حتى رب السلام فلو سلم إنسان على شخص وهو يرضي حاجته فلا يجوز أن يرد عليه السلام لأن هذا المكان مكان نجاسات وقاضرات مكان شياطين نسأل الله السلامة فلا ينبغي أن يتحدث الإنسان إلا بالضرورة إلا إذا كان الأمر ضروريا وهذا من آداب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أن لا يستنجي بيده اليمنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بل يستعمل يده اليسرى فالاستنجاة أو الاستجمار أي أن تنظف المكان من القبل أو الدمر أعزكم الله ينبغي أن يكون باليد اليسرى وليس باليد اليمنى هذا من آداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتطهرين وأن يطهر قلوبنا من كل الأمراض إنه ولي ذلك واتقادر عليه أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكن فاستغفروا إنه هو الوحور العين بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أحباتي قادر مبارك الله خيكم تعالى وإلى الأماني جزاق الله خيرا شكرا للمشاه حيث عبر جزاق الله Fortnite щоб وضع أخر يا جزاق الله جزاق الله ليشاهدوا العينة جزاق الله أحباتي قبل الرسول الله نحن في عامل أقام يكمل العامل يوم سيكونت ٩العامل وأنا عن بعض احظہ وأنا نحن سيادر أحباتي ون آجي نحن ذيلة في التالي لا تغير في النهاية في نهاية كان ذلك كما شرع شرعه على المسلم ويسرع الظهر وقال أن يقولون يقولون إخوانون وعندما يسمعون ويتخبرونهم فهمت أن يسمعون وانه يسمعون المستقبل المستقبل ما يشتغل الانسان اليوم يأتي من إلحالي من الإنسان ومن ثم من إلحالي من إلاحالي من الإنسان من كل شيء من أحيال أو أيضًا und daher sagte der Prophete Sallallahu alaihi wa Sallam die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens also sowohl die äußere als auch die innere Reinheit macht die Hälfte der Religion aus und das zeigt wie wichtig die Reinigung und die Sauberkeit ist und der Prophete Sallallahu alaihi wa Sallam erklärte den Vers in dem Allah SWT من أجل أن يحلونهمهم لأنه قالت هذا الأولى أن يحلونهمهم إذاً أجل أن يحلونهم الله تعطيسهم قاله الله أحبه يشترك الصورة الاجتماعيات مهمة من يحسن يشترك الاجتماعيات الشيء وهذه المشكلة بالنسبة به اشتركوا فيه الاجتماعيات التي تحركوا فضل كذلك لكي تتخلص البحرية كي تتخلص الاخرية كذلك يتخلص الاخرين مثل التعوذي يتبعه الى التعوذي وكي تتخلص الاخرين لكن هناك سيئين تقولوا تقولوا بسم الله ايه الله ق من أجود لك أيضاً لك طلبه أماعي شعاطين لماذا؟ لأن شعاطين أحبونهم في توجه المريح في مريحة هذا هو باقيهم الذي يحبونهم وذلك يجب أنه لا المنزل على الم решилاء يجب أن لا يجب أن يساوي هنا بقاء المساعدة فقط لم يغير من المساعدة إلى المغنظة مج chromosome لك كانت عليها للمساعدة الكرة للمساعدة كنت الاعتقدت لذلك يجب على مقابل أن أخذ إذا فعله فلسلت لهم وبالتالي يقولون بأن بعد أن هاته بالتعيش الأشغال التعيش أشخاص عن أشخاص عنه بالتعيش الأشخاص عن أشخاص عن هذه الأشخاص عن أشخاص عنه وهذا جميعا هي خلال الشراء التي اجبه أن يساعد فضل المؤسسسين شبه يساعد الهدف التسيطين المنزل 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 والذي يساعد الهدف السنية سيقب لكم المنزل المنزل من الشراء أن يساعد الهدف السنية في المحسسين وهذا يوجد أيضا يساعد علم الشراء موسيقى تقديم أكثر كنت لا تصدقى بها لكنك لا تصدقى بها كمم تصدقى بها لتصدقى بها وكأنه يجب أن يكون هرون راشد هرون راشد كان لديه مدرس بطاعة مدرسة ان يقولون إنه يقولون بحاجة إنه يجب أن يصل إلى أهداء إنه يأتي بإمكانه Danه اه ام الى انه كان مجموعة درئة من حاناته قراء من خلاب مقدرة كان، اعطاء، اى اه در حالاته انت من خلاب مقدرة مهموتاً. يجب ان قراء عمره هذا الدره، اعطاءها اعتاد، اعطاء من خلاب مقدرة، اعطاء من خلابهاğ من خلالات يصبان وضضاً للغاية اعطاء الناس من خلاب مستخدم لديه سيصب كلمات؟ وقد قلت، كم مدروري، كم مدروري، يست لبعض مزيزة به، هذا ليس لبعض مصابيًا، أي أنه، أنه يقدر الله أوليك التي تستطيع على التطورة المستقبلة، أنك تستطيع هذه الأسفة أليك، أنك من أوليك، لأنه سببها الشيء. لا يدوننا نعلمنا نفسها نعلمنا جميعًا إنه هناك من المشكلة يمكن أن يكون يدور من ثمات الأسطور يمكن أن يكون يدور من حلقة الأسطور أنت لتسى العبورة ونستطيع إذن هذه الحالة ونوز على الرسال الغد ونفع هذا أيضًا لا يعتقد أنه لأني مقابل الله لكن المصورة المسلم يعتقد أنه فإن الله لهذه الحالة يجب أن أطرعوا التفكير فإن أضافي وأنه إذن إلى أخرى إذن أشياء العبورة السنداتية أناس بحيزة المساعدة سنع أحطاني فإن أحطاني 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 بحيزة أيضًا أحطاني أنت أحطاني سنعطاني so wie andere leiden, wenn sie eben keinen Notbult verrichten können. Ebenso gehört zu den Belimri, liebe Geschwister, dass man im Sitzen die Notbult verrichtet, so wie es der Prophet ﷺ getan hat. Und dass man sich reinigt. Denn der Prophet ﷺ ist an Gräbern vorbeigegangen und er hörte a.s.w., wie sie gefoltert werden, wie sie bestraft werden. أخبره أنه يتعلق على سرعه هذا ، لكن لا يتعطي من بعض الأشخاص ، أيضًا لأنه يتعطي من بعض الأشخاص ، لكن إنه يتعطي من الأشخاص ، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ماذا يتعطيه أنه يستحطي بعد أنه يمتع من أجل فالدن الأخير ، وانه يتعطيه أن يتعطيه المجدين ، يعني اشخاص لدينا ولكنه على الانتفق تشعر على الانتفق وتنسب الانتفق هذا ليش نتيحة هم عايق وجود أليست ولا يحمل للناس ولكنه على الانتفق هنا موجودة بعض الانتفق تنسب الانتفقنا في الانتفق تنسته لذلك وضعنا هذه المحارات هم الآبرة ومحاً نستطيع التذكير والبعب الانتفق هو ورده في المساعدة يوجد الكثير من الأساسي يعني أنه لن أعطيه لكن اسم هم عبدوا المساعدة كان لذلك الناس ليسون سيئا ونجده أن يكون سيئاً أيضاً ونحن نعطينا من المقاري المترجم للقناة المترجم للقناة